موسيقى غدا يناقش ملتقى الحوار مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية مجلس الدولة لن نسمح بتسلط أي فرد على الجيش الليبي هل ينجح العراق في مساعيه لعقد اجتماع سعودي إيراني؟ شدينا الكرام أهلا بكم في التفاصيل يعود ملتقى الحوار السياسي إلى الواجهة من جديد بعد أن رسم خارطة طريق كان من المفترض أن تعبر بليبيا إلى المدينة الفاضلة الموعودة لكن الخارطة وللأسف تبدو حتى الساعة غير سالكة وغير آمنة وإن كانت واضحة المعالم فالمطبات التي تواجهها أكبر بكثير من الاجتماعات والمشاورات عاد الملتقى ليجتمع من جديد افتراضيا بدعوة من البعثة الأممية لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية إلا أن ذلك لا يضمن إجراء الانتخابات في موعدها وللمعرقلين ألف حيلة لتأجيلها تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتراضية التي تعقدها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غدا الأربعاء لأعضاء ملتقى الحوار لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية والخطوات اللاحقة وقد أسفرت المدولات التي أجرتها لجنة التوافقات عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية أحالها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبش إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي رسالة كوبش إلى أعضاء ملتقى الحوار لم تخل من نبرة التنبيه فقد أكد لهم أنه عند النظر في أي من هذه المقترحات من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال بأي منها التزاما بوعودهم أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق أما المقترحات الأربعة التي سيناقشها الملتقى فهي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر إجراء انتخابات برلمانية فقط وتأجيل رئاسية إلى حين استكمال الدستور تأجيل كلي للانتخابات إلى حين وضع دستور دائم أما المقترح الرابع فحتى هذه اللحظة لم يعلن عنه بشكل صريح وواضح إلا أنه من المتوقع أن يتضمن تحديد فترة زمنية لا تزيد على الستة أشهر لإنجاز دستور دائم تجرى على أساسه الانتخابات في المقابل اتفق المجلس الأعلى للدولة على القواعد العامة لوضع مقترح قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية في المجلس التشريعي جاء ذلك خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات المكلفة من المجلس برئاسة رئيس المجلس خالد المشري ليبقى السؤال الأهم هل ستفضي جلسة الحوار السياسي غدا إلى إرساء قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات المقبلة على أساسها أم سنكون أمام إخفاق جديد يلغم خارطة الطريق ويطير إجراء الانتخابات خدمة لأجندات داخلية وخارجية من جانبها شددت الأحزاب والتيارات والتكتلات القوى الوطنية مؤسسات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ القبائل ومجالس الأحياء في بيانا مشترك على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتفق عليها في خارطة الطريق في حال تعثر التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر المقبل فإننا ندعو مجلس النواب بوصفه آخر سلطة تشريعية منتخبة لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية وفقا للإعلان الدستوري وانتخاب الرئيس وفقا لقراره رقم 5 لسنة 2014 الذي نص على انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر ومن بنغازي ينضم إلينا رئيس مجلس الأمناء لتيار ليبيا للجميع إبراهيم الغرياني سيد الغرياني نرحب بكم خرجتم ببيان مشترق تقريبا مع جل المناطق في ليبيا ومن يمثلهم من طيارات وأحزاب وشيوخ وقبائل ما الحلول التي اخترحتموها؟ أين ترون الحل؟ نعم صلى الخير لك لكل مشاهدين والمسترام بكل تأكيد دعينا في البداية فقط نضع صورة واضحة بأن ملتقى الفوار الليبي عندما وضع الخارطة للمسار الفياسي وضحها في مرحلتين أساسية المرحلة الأولى هي إنتاج السلطة التنفيذية وهذه المرحلة قد أنجزت في زمن السيد السيفاني وهي المجلس الرئاسي الحالي والحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتم إنجازها إلى 24 ديسمبر 2021 كونها تمثل المرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة إذا ما ملتقى الحوار خرج عن هذه الخارطة ونكس عن تعهده التي في الخارطة تشمل مرحلتين إذن حتى المرحلة الأولى وهي السلطة التنفيذية ستكون غير ذات أهمية وغير ذات جدوة ولن يلتزم بها أحد باعتبار أن من ارتضى بهذه السلطة كسلطة توافقية ارتضاها حتى 24 ديسمبر المقبل ولم يرتضيها على أطلقاتها بدليل أن مثل فتح باش آغا في طرابلس من أسابيع قليلة قال بالحرف الواحد يوم 23 ديسمبر المقبل لن تكون هناك حكومة الوطنية رجل لن ينتظر حتى يوم 24 نتحدث عن يوم 23 ديسمبر المقبل الحال في تصورنا أن إذا ملتقى الحوار بسبب وجود مصالح لبعض الأطراف أو ولئات لبعض أعضاء ملتقى الحوار باتت لحكومة الوحدة الوطنية ويرغبون في استمرارها لاتباطهم بمصالح معها أن يتولى مجلس حياته التشريعية وأن يصدر القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية وهو بالمناسبة سبق له في عام 2014 ونصدر قرار رقم 5 لسنة 2014 الذي نص فيه بوضوح على انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع السري الحر المباشر ويوحيلها المفوضية العليا للانتخابات نعم طيب سيد الغرياني غدا يعود من جديد ملتقى الحوار السياسي توقعاتكم في الغدا هل برأيك سيفضي إلى إرساء القاعدة الدستورية ويتم على أساسها الانتخابات في موعدها المقرر أم ماذا؟ خسب القراءات الأولية وما يرد من ملتقى الحوار أن هناك تباين كبير بينها أن هناك اختلافات كبيرة أن الوصول إلى قاعدة دستورية قد يكون من الصعب تحقيقه إلا إذا حذت معجزة إلهية ونفخ الله في صورتهم وأن تفضوا بوطنية كبرى جدا حتى ينجز ذنى هذا الاستقاق حتى لا يدخل البلاد في نفق المظلم أو يعيدون للمربع الأول من خلال رفض كل القوى والأطراف في الصرطة الحالية إذا لم تكن هناك استخابات في 24 ديسمبر نعم أشكرك جزيلا شكر كنت معنا بنغازي رئيس مجلس الأمناء لتايار ليبيا للجميع إبراهيم الغرياني أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المواقة عبد الحاميد دبيبة أن مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد مهما كانت صفته معتبرا أن من يتخذ من الحرب وسيلة لا يملك أبدا بعد نظر ولا يقدم مصلحة الوطن عن مصالحه الشخصية ويضحي بالجميع من أجل غطرصة واهية كلام دبيبة جاء في احتفالية الذكرى الواحد والثمانين لتأسيس الجيش الليبي التي أقيمت في العاصمة أكد رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبد الحاميد دبيبة أن العواصمة درر ثمينة والجيوش وجدت لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها كلمة دبيبة جاءت في احتفال الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي ولفت إلى أنه لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته بل هو جيش الليبيين جميعا وطمأنت بيبة بصفته وزيرا للدفاع كل الجرحة باختلاف انتماءاتهم مشيرا إلى أن علاجهم والاهتمام بهم هدف أساسي للوزارة إن الجيش الليبي أخوتي ولد ليحمي السلام لا يهدد ولا يتوعد صنعت قوته لتكون معه البناء لا معه الهدم وختال إن جيشنا البطل لا يمكن أبدا أن يوجه أفواه بنادقه نحو صدور أبناء الوطن مهما كانت الأسباب إنني اليوم أتوجه بصفتي رئيسا للحكومة لحكومة الوحدة الوطنية ووزيرا للدفاع إلى كل شعبنا وقبائلنا وبندننا وأقول لهم إن حكومتنا ومنذ اليوم الأول أعلنت إن الحرب ليست خيارها وإن السلام هدفها وغايتها وها أنا أدعوكم جميعا أن تتضعوا من التجارب السابقة التي خدناها ولم نجني منها إلا الموت والدمار بدوره أكد رئيس الأركان العام الفريق أحمد محمد الحداد أنه لن يسمح بأن يكون الجيش خادما للسياسيين وصراعاتهم وأطمعهم وللأجندات الوافدة معتبرا أن رئيس الدولة أو من يمثله هو القائد الأعلى للجيش والمؤسسة العسكرية تلتزم بالعاقيدة السليمة التي تلزمنا بالخضوع للدستور ويذكر أن الجيش الليبي تأسس بإمرة الملك إدريس السنوسي والذي أطلق عليه بداية اسم الجيش السنوسي قبل تحول الاسم إلى الجيش الليبي بعد استقلال البلاد عام 1951 أكد المجلوس الأعلى للدولة على عدم سماحه بالعودة إلى القيود من جديد وتسلط أفراد جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية وتبع المجلس في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الواحد والثماني لتأسيس الجيش الليبي أن لابد أن يكون ولاء الجيش الأول للوطن وأن لا يتدخل بشكل من الأشكال في المشهد السياسي وأن يعمل تحت سلطة مدنية وأكد المجلس الأعلى ضرورة الاستمرار في توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي وتدعمه وتقويته وفق أصص وطنية سليمة وصل المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشار نورلاند إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقل صالح والقائد العام لقوات القيادة العام المشير خليفة حفتر ورئيس المخابرات المصري الوزير عباس كامل وكان حفتر قد وصل إلى القاهرة لبحث الأزمة في البلاد وتطوراتها وتستمر الزيارة اليومين بناء على دعوة من الرئاسة المصرية كجزء من التنصيق على مختلف الصعود كما سيشارك المشير حفتر على هامش الزيارة في حفل تخرج دفعة من القوات الخاصة الليبية التي كانت تتدرب في مصر تقرير أنتجته الإذاعة البريطانية يقدم أدلة على تورط المرتزق الروس في نزاع ليبيا تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي انتاج فيلم وثائقي عن دور الروس في ليبيا ويعرض انتهاكات موثقة وجسيمة ضد حقوق الإنسان أثناء حرب العاصمة طرابولوس في العام 2019-2020 ووجهت اتهامات إلى رجل الأعمال الروسي يفغين بروغوجين بأنه مرتبط بشركة يوروبلس التي تزود ليبيا حسب ما يشاء بمعدات عسكرية واحتجت الشركة على محاولة الربط بين أعمال بروغوجين وشركة عسكرية خاصة مبررة أنه يعمل فقط في مجال الغذاء وأنه لا علاقة له بالأعمال العسكرية وقال بروغوجين نفسه أنه لم يسمع أي شيء عن انتهاك المواطنين الروس لحقوق الإنسان في ليبيا معتبرا أن هذه المعلومات كاذبة وأن الاتهامات ضده حول العلاقة مع مجموعة فاغنر الروسية ملفقة وقدمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وثائق خلال سنوات الأخيرة تتحدث عن تحول بروغوجين من متعاهد مطابق للجيش الروسي إلى متعاهد حروب فمن الحرب الأوكرانية انتقل إلى دور لافت في عدة بؤار توتر في سوريا والسودان وصولا إلى ليبيا وفي أبريل الماضي دعا وزير الدفاع البريطاني بين ويلس بلاده إلى مواجهة مجموعات المرتزقة الروسية بعد أن أظهرت صورا استخباراتية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزود جيشه الخاص بالدبابات والطائرات بعد نشاط هذه المجموعات في كل من ليبيا وسوريا وتزامن التصريحاته مع رفاة سرية عن صور استخباراتية في مارس الماضي تظهر فيها مجموعة فاغنر وهي تستخدم معدات عسكرية روسية في ليبيا كشف قائد عملية إيرين الإدميرال فابيو أغستيني أنه أصبح للاتحاد الأوروبي خطط تمويل جديدة لدعم عملياته مثل مهمة إيريني تتنامى المنافسة العالمية بشأن صناعة الدفاع العسكري وتلعب المصالح دورا رئيسيا في هذا السوق ومن هذا الإطار قدم الإدميرال فابيو أغستيني بصفة قائد عملية الأمن والدفاع المشتركة بعض الاعتبارات بشأن القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية وما تحتاجه عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حذر الأسلحة الأممي على ليبيا للوفاء بمهامها وأعلن أغستيني أنه مع إطلاق عملية إيريني أظهر الاتحاد الأوروبي طموحه للعمل كصمام أمان مهم وذكر أنه في صناعة الدفاع الأوروبية تلعب المصالح الوطنية دورا أساسيا موضحا أن دول الاتحاد الأوروبية 27 أنفقت حوالي 230 مليار يورو على 180 نظام أسلحة مختلف مقارنة بال30 في الولايات المتحدة وفيما تعد الولايات المتحدة والصين أكبر المنفقين العسكريين والقادة على الذكاء الاصطناعي والإنترنت لم تنجح صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الشركات الناشئة الأوروبية وأكد أن أوروبا لم تعد قادرة على البقاء من دون إظهار أي مجهود في هذا الإطار موضحا أنه عبر صندوق الدفاع الأوروبي ومبادرات أخرى أصبح لدى الاتحاد خطط تمويل جديدة لدعم عمليات الاتحاد الأوروبي مثل عملية إيريني أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة تعليماته باستمرار تطبيق حظر التجول الجزئي كما عين حيدر مفتاح سالم السايح مديرا عاما للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلفا لبدر الدين النشار نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي في ليبيا وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة تعليماته إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي المجلس البلدي زليط من جانبه قرر إغلاق سوق الثلاثاء محذرا جميع المواطنين ومرتادي السوق بعدم الذهاب تفاديا للإزدحام وزيادة عدد الإصابات أما فيما يخص اللقاح فقد أجرى وزير الصحة علي الزناتي جولة تفقدية على مركز تطعيم المدينة الرياضية في ترابلس للوقوف على سير العمل في المركز الذي يحتوي على 60 محطة تطعيم وذلك لإنجاح سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية ترابلس وفي بنغازي حذر المركز الطبي من عواقب وخيمة في حال لم يزود باحتياجاته من الأكسوجين المسال وقال المركز أنه يستهلك 40 ألف لتر أسبوعيا نظرا لظروف تفشي الجائحة وانفراده بتقديم خدمات إيواء الباطنة والعنايات في كل بنغازي وضواحيها نظرا لخروج غالبية المستشفيات عن الخدمة وأشار إلى أن المركز لا يملك مصنعا لإنتاج الأكسوجين المسال وقد تم توفيره عن طريق إبرام عقود محلية وأخرى مع شركة مصرية لنحو مليون وسبعمائة ألف لتر وفي آخر حصيلة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تم تسجيل 2134 إصابة جديدة وتماثل للشفاء 967 مصابا في حين توفي واحد وثلاثون آخرون وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس 271 ألفا وتسعمائة وواحد وثمانين حالة وثلاثة ألاف وسبعمائة وواحد وثمانين متوفي منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي نتابع النشرة بعد فاصل قصير وفيها حرب الناقلات مستمرة من جديد نرحب بكم يبذل العراق مساعد لعقد اجتماع سعودي إيراني على هامش مؤتمر يقم الدول الجوار في بغداد نهاية الشهر الحالي إلى جانب جهوده المبذولة لانعقاد مؤتمر في بغداد بمشاركة قيادة من السعودية وإيران وتركيا والإمارات وقطر ومصر والأردن يسعى العراق إلى عقد اجتماع ثنائي بين السعودية وإيران على هامش مؤتمر قيمة دول الجوار في بغداد وقال مصدر مطلع لروسيا اليوم أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاذمي يحاول إقناع قيادات سعودية وإيرانية بالإقاء وإجراء محدثات بين البلدين في بغداد خلال مؤتمر قادة الدول الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي وبحسب المصدر فأن بغداد تريد إيجاد علاقة إيجابية بين الرياضي وطهران بخاصة مع وجود رئيس جديد في إيران وقد أعلن رئيس الفرنسي إيمانويل مكروم وافقته على المشاركة بمؤتمر بغداد وفي وقت سابق كشف الرئيس العراقي برهم صالح أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية إيران من جهتها أعلنت عبر المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زادا أنها مستعدة لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية على أي مستوى وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات ومن القاهرة ينضم إلينا المتخصص بدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية اللواء الدكتور محمد الحربي دكتور الحربي نرحب بك ما سعي عراقية لعقد اجتماع ما بين السعودية وإيران خصوصا مع وجود رئيس جديد لإيران إيران أبدت استعدادها لهذا الاجتماع ماذا عن المملكة العربية السعودية الحقيقة العلاقات السعودية العراقية شهدت تطور مضطرد في الفترة الماضية بينهم اتفاقيات صندوق استثماري ثلاثة مليار دولار خمسة اتفاقيات وهمها الربط الكهربائي الذي تعاني منه العراق في هذه الفترة بشكل مضطرد للأسف الشديد خلال السنوات الماضية أرحن العراقيون عبر القوى الموازية أو والبرلمان الكهرباء بيد النظام الإيراني العراق دولة شقيقة محور مهم في الاتجاه الشمالي الشرقي للأمة العربية السعودية حدودها 3650 كيلو متر تتشارك مع إيران بـ 1400 كيلو متر أو 1450 كيلو متر مع المملكة العربية السعودية ما يقال بـ 820 كيلو متر فهي محور مهم ومفتاح لجميع الحلول في منطقة الشرق الأوصل المملكة العربية السعودية أعلنت مسارها عبر ولي العهد في إبريل الماضي أن المسار السياسي علاقات متميزة شريطة أن تعي إيران أو تعود إيران إلى دولة متقدمة حديثة تقف زعزعة أمن واستقرار المنطقة عبر الميليشيات ونترقى بالمشهد نعم طيب دكتور هل ستنجح العراق في جمع الدولتين مع بعضهم البعض أم لا السيد مصطفى الكاظمي ومنذ 9 إبريل الماضي هو يحاول إيجاد نقاط مشتركة أو نقاط قلول وسط ما بين المملكة العربية السعودية وإيران ولا يريد أن تكون العراق مركز استقطابات والآن العراق يعاني حقيقة وخاصة من الكهرباء وقطع الإمدادات من قبل إيران تفجير الأبراج ماذا يقدم إيران ماذا قدمت إيران خلال منذ عام 2003 وحتى الآن الغاز مقابل الكهرباء دائما ما يبتزون العراقيين في هذا الملف تقبط على الغاز والإمدادات والعراقي حقيقة بحاجة إلى كهرباء يعني 20 ألف ميجاوار لا تكفيهم يستورد من إيران ما يقارب 2 مليار دولار يكلف الخزينة فالأمور يعني ما زالت يعني مركبة ومعقدة حقيقة نعم طيب دكتور الحربي تحدث الرئيس العراقي وقال بأنه استضاف أكثر من مرة جولة حوار ما بين السعودية وإيران ماذا تمخذ عنها لا أحد يعلم كلها نسمع من الصحافة نسمع وولد سريت جورنال عن مقاربات تصريحات أيضا من قبل المسؤولين العراقيين ومثل ما تفضلت برهام صالح ولكن الاجتماعات هو أهم حاجة أن تكون وفق حلول استراتيجية وليس حلول وقتية مرحلية وهذا ما تنشده المملكة العربية السعودية وقد قدمت المبادرة هذه في مسار المسار السياسي والدبلماسي إضافة إلى المسارات الأخرى نعم أشكرك جزيل الشكر من القاهرة كان معنا المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية اللواء الدكتور محمد الحربي بعد المواجهات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر هل تتطور حرب النقلات إلى اجتباكات عسكرية مفتوحة بين إيران وإسرائيل أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية بأن حرب الظل أو ما يعرف بحرب النقلات بين إيران وإسرائيل زرعت الفوضى في مياه الخليج ومناطق أخرى وأنها قد تتطور إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين العدوين اللدودين وكشفت الصحيفة أن ما لا يقل عن 20 سفينة مدنية تعرضت للهجوم بواسطة الألغام والطائرات من دون طيار والقوات الخاصة في حرب النقلات المتصاعدة بسرعة وأضافت الصحيفة أن الهجمات على نقلات النفط وسفن الشحن والسفن الأخرى تصاعدت بشكل حاد خلال الأشهر الستة الماضية ويخشخوا براء في صناعة الشحن والأمن أن يؤدي صراع بحري غير معلن إلى زعزعة استقرار بعض أكثر طرق التجار ازدحاما في العالم وأضافت الصحيفة أن الهجمات ارتفعت بشكل كبير على أساس سنوي منذ العام 2019 وسط تحذيرات من أن كلا البلدين يقتربان من حافة حرب مفتوحة وفي العام 2019 صدرت ثلاثة تقارير عن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو إيران على الرغم من أن التفاصيل الحادث كانت ضائلة في ذلك الوقت في حين تعرضت السفن الإيرانية للهجوم ست مرات على الأقل خلال العام الماضي وبحسب الصحيفة فأن الحرب السرية في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط هي مجرد جبهة واحدة في صراع أوسع يتم خوضه بالطائرات من دون طيار والجواسيس وفرق التجسس الإلكترونية على كلا الجانبين إذن حرب النقلات مستمرة ومرشحة للتطور فما هي الصفن التي تتعرض إلى هجمات منذ العام 2019 أظهرت القائمة التفصيلية للهجمات التي تعرضت لها سفن شحن وناقلات إيرانية عدة جوانب لافتة منها أن ناقلة تدعى سراب تعرضت للهجوم مرتين في البحر الأحمر العام الماضي وبينت المعلومات التفصيلية أن الناقلة لوتس هي الأخرى تعرضت للهجوم مرتين الأولى في البحر الأحمر نهاية العام الماضي والثانية في البحر حاويات سراب حيث هجمت في البحر الأحمر في يوليو من العام 2019 وتعرضت في مارس من هذا العام إلى هجوم آخر وهذه المرة في المتوسط ويتبين من خلال ذلك أن ما يمكن وصفها بحرب الناقلات والسفن التجارية بين إسرائيل وإيران تصاعدت في العامين الأخيرين وربما هي مرشحة للمزيد من استمرار التوتر بين الطرفين ورغبة كل منهما في إصابة الآخر في مقتل فما هي الناقلات التي تخوض هذه الحرب موقع نور نيوز الإخباري الإيراني نشر خريطة ببيانات مفصلة عن 14 هجوما ضد 10 ناقلات إيرانية وسفن أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط وكانت وسائل أعلام أمريكية وإسرائيلية قد أفادت في الربيع الماضي أن حوالي 12 سفينة تعرضت في سياق حرب التخريب الإسرائيلية ضد السفن التجارية الإيرانية منذ عامين وفيما كانت بعض هذه الهجمات معروفة في السابق إلا أن القائمة الكاملة ظهرت الآن وكشفت أن 8 ناقلات تعرضت إلى هجمات في البحر الأحمر في وقت تعرضت 5 ناقلات في البحر المتوسط أكد الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي قصف اجتماعا لقيادات الحوثيين في جنوب غرب مأرب معلنا مصرع جميع من كان في الاجتماع إضافة إلى تدمير خمسة أطقم بما علمت نها من مسلحين وعتاد تتحدث القوات الأفغانية الحكومية عن محاولات لوقف زحف طالبان أما حركة طالبان فتتحدث عن سيطرتها على سادس عاصمة إقليم في الشمال تسعى حركة طالبان للسيطرة على مزار الشريف كبرى مدن شمال أفغانستان بعد تعزيز مواقعها هناك وليتحقق ذلك كثفت هجماتها في محاور عدة وهددت بالإطاحة بالحكومة واقتحام العاصمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي وخلال يوم واحد فقط أعلن الطالبان سيطرتها على عواصم ثلاث ولايات أفغانية بعد هجمات لمقاتليها للسيطرة على مناطق في شمال البلاد وبهذا الإعلان تكون حركة طالبان سيطرت على عواصم خمس ولايات في أقل من أسبوع واحد ووسط هذه الهجمات وتقدم اللافت لطالبان في محاور عدة انتلق في العاصمة القطرية دوحة اجتماع الترويكا الدولية حول أفغانستان لبحث آخر تطورات الملف الأفغاني في ظل التحولات الأخيرة المتسارعة على الأرض وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان سيتوجه إلى الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان وفي تطور متصل التقى وزير الخارجية الأفغاني المبعوث الإيراني الخاص لأفغانستان لبحث آخر التطورات الأمنية مهمة لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي في أفغانستان يبدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي اي ويليام بيرنز زيارة تستمر ثلاثة أيام تشمل إسرائيل والضفة الغربية وسط تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران النشر ما زالت مستمرة وفيها العالم يحترق من جديد نرحب بكم العالم يحترق هذا هو التوصيف الحقيقي لما يجري مع امتداد الحرائق إلى القارات الخمسة لتلتهم ملايين الهكتارات مخلفة أضرار بشرية ومدية بالغة تشهد الأرض حالة كارثية مدمرة متمثلة في الحرائق التي تلف الأرض من شرقها إلى غربها تنتظار حلول جذرية حيث تنتشر الحرائق في القارات الخمس مسفرة عن مقتل عدد من السكان في عدة دول والقضاء على الآلاف من الأحراش والمساحات ففي أفريقيا تحاول فرق الإطفاء والمروحيات في الجزائر احتواء الحرائق التي تبعد نحو مئة متر عن العاصمة وقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون أما مدينة بنزرت في تونس فقد وصف الحرق فيها بالهائل أما في أوروبا فبعد مرور أسبوع كامل ما زالت الحرائق تشتعل في اليونان حيث تشكل الجبهة الأكبر من الحرائق إذ بلغ عدد الحرائق فيها الخمسمائة والحال ليس أفضل في القارة الأمريكية فقد امتد حريق غابات ولاية كاليفورنيا إلى ما يقارب عن خمسمائة ألف فدان وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من رجال الإطفاء وهو مستمر منذ ستة وعشرين يوما ويعتبر حريق ديكسي المشتعل شمال شرق سان فرانسيسكو ثاني أكبر حريق غابات في الولاية بعد حريق العام الماضي الذي أتى على ما يزيد على مليون فدان أما في أمريكا الجنوبية فقد قضت الحرائق على حوالي 150 ألف هكتار في بوليفيا قرب الحدود مع البرازيل وقد ارتفعت النيران إلى خمسة أمتار الحرائق امتدت حتى القطب الشمالي حيث تشكل منطقة يكوتا في سايبيريا أحدى المناطق الأكثر تضرورا جراء الحريق الذي قضي على ثلاثة ملايين هكتار من الغابات في مناطق نائية من الصعب الوصول إليها أما الآن إلى الصفحة الاقتصادية مع ماري أهلا بكم بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية إمكانية تعودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا لاستكمال مشاريعها الاجتماع عقيدة عبر الإنترنت وحضره رئيس الهيئة العامة لتجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال نويسري وناقش تعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وعقد شركة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة بعد عقد من عدم الاستقرار الذي عاشته ليبيا نتيجة الحروب والصراعات السياسية ودخولها مرحلة استقرار نسبي منذ مارس الماضي نتيجة توحيد الحكومة بات سوق النفط في ليبيا أكثر جاذبية للشركات العالمية هذا ما عبرت عنه شركة Energy Capital Power التي أعلنت عن تنظيم قمة الطاقة والاقتصاد بالشراكة مع الحكومة الليبية خلال شهر نوفمبر المقبل في طرابلس تواصل شركات الطيران الليبية أحصاء خسائرها للعام السابع على توالي بسبب حضرها من التحليق في الأجواء الأوروبية على خلفية مخاوف تتعلق بأمن الركاب ما يعكس إخفاق السلطات في وقف استنزاف مزيدا من الأموال المخصصة للصيانة وتأمين الشركات الحكومية الأمر الذي يخسرها ملايين الدولارات سنويا من رحلات الترانزيت مقابل تكلفة باهضة يدفعها الليبي في رحلته الطويلة إلى دول شنغان طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقعة التجار وموريدي الأدوية والسلعة الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بهامش ربح مقبول متواعد المخالفين بإجراءات تصحح المسار وأكدت الوزارة أهمية تثبيت أسعار الأدوية والسلعة الأساسية ومنها الدقيق الأرز الزيوت النباتية السكر الحليب وحليب الأطفال في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن وعدم استغلال الظروف ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 1% لتعود بعض الخسائر التي أصابتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود تباينت أسعار العمولات الدولية أمام الدنار الليبي في تعاملات اليوم وماذا في البرصات العالمية هذا كان كل شيء في الاقتصاد إلى اللقاء أما الآن ننتقل إلى الأحوال الجوية مساء الخير مساء الخير تسجل درجات الحرارة اعتدال نسبي على أغلب مناطق شمال شرق البلاد بينما تكون مرتفعة على باقي المناطق في المنطقة الوسطى السماء الصافي على أغلب المناطق مع رتوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية والرياح الشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق في الشرق السماء صافية مع رتوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى الجنوب السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والآن جولة على بعض المدن الليبية والتقس حارف العاصمة ترابلس مع 43 درجة البيضاء 32 التقس حارف بينغازي مع 36 درجة صرت 32 مسراطة 35 درجة تبرو 33 والتقس حار في نالوت مع 42 درجة أما في غاط فتقس حار مع 41 درجة سبها أيضا 41 و 41 درجة تزربو 40 الكفرة 40 درجة تقس حار في الجغبوب مع 41 درجة والتقس حار في غدامس مع 43 درجة احضروا من البقاء في الشمس لمدة طويلة وفي ساعات الظهر والآن لمحا عن درجة الحرارة في بعض العواصم العربية والأوروبية موسيقى هذا كان كل شيء إلى اللقاء نذهب الآن إلى صفحة الكاريكاتير موسيقى وفي الختام نذكركم بموقعنا الإلكتروني الوسطة الواي موسيقى 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 موسيقى